اشتركوا في القناة وحجد من القيادات الرياضية من كافة دول العالم غدرت بعثة منتخبنا الوطنية الأول لكرة القدم متوجهتا إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يونج لخوض لقاء نظيره الكورية الشمالية يوم السابع عشر من الشهر الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة السابع من التصفية الاسيوية المزدوجة لنهائية كأس العالم وكأس أسيا وضمت القائمة ستة وعشرين لعبا تم استبعاد خمسة لعبين بسبب الإصابات وهم راشد الحطي عبدالله يوسف والمحترف الوحيد عبدالله عمر لينضموا إلى سيد محمد عدنان ومهدي عبداللطيف